بسم الله الرحمن الرحيم فهذه الرسالة هنتكلم عن الترابل شوتينج الترابل شوتينج وهي تعني خطوات ايجاد المشكلة وحلها الترابل شوت هو بشكل عام هو اسلوب حياة مش مخصص فقط للشبكات او للتقنية هو نقدر نطلق عليه انه هو اسلوب حياة ففي حياتنا عندما نواجه مشكلة فيجب اولا ان نعرف ما هي المشكلة كيف جاءتنا هذه المشكلة وبعد كده نبدأ بايجاد حل هذه المشكلة احيانا مثلا ممكن ان احنا نشوف حل معين لهذه المشكلة ونيجي نطبق هذا الحل لكن هذا الحل لا ينجح فوقتها نذهب الى حل اخر وحل ثالث ورابع حتى من خلال احدى هذه الحلول يتم حل المشكلة نفس الفكرة في عالم الشبكات والتقنية بشكل عام الترابل شوتينج هي تعني ان احنا عندنا مشكلة في داخل الشبكة ويتوجب علينا نحن كمهندسي شبكة ان نجد او نعرف ما هي المشكلة بعد ان نعرف ما هي المشكلة نحدد مكانها وبعد ان نحدد مكانها نقوم بحل هذه المشكلة في المناهج الخاصة بالشبكات كل منهج بيحط او بيصف عملية الترابل شوت بما يناسب مع مثلا مع الاجهزة اللي مثلا بتتجها او مع الشركة التابعة للمنهج فمثلا عندنا شركة زي سيسكو عندها خطوات لترابل شوت بس تعتمد على منتجاتها هي عندنا مايكروسوفت نفس الشيء عندها ايضا خطوات لترابل شوت ولكن تعتمد على النظام او انظمة التشغيل الخاصة فيها افضل وصف وخطوات لعملية الترابل شوت هو موجود في منهج النيتورك بلس النيتورك بلس هو منهج تابع لشركة كومبيتية يتميز هذا المنهج بانه هو عام زي اغلب شهادات وكورسات الكمبيتية هي عامة وهذه ميزة من مزاياها فبالتالي افضل وصف لترابل شوت هو كان من كورس النيتورك بلس واللي راح نتكلم عنه الان وهو فعليا بيتكون من تسع خطوات يمكن تطبيقها على جميع انواع الشبكات تسع خطوات تصف عملية الترابل شوت واللي هي خطوات ايجاد المشكلة ومن ثم حلها نبدأ مع الخطوة الاولى الخطوة الاولى وهي جمع المعلومات والتعريف بالمشكلة جاني اتصال عندي الحقنا يا باش مهندس عندنا مشكلة عندها اول خطوة لازم اعملها هي جمع المعلومات واعرف المشكلة يعني اول حاجة طيب عندكم مشكلة ايش هي المشكلة مثلا المشكلة انا غير قادر على الاتصال بالانترنت ممتاز طيب مثلا هل هي مثلا موقع معين ولا جميع المواقع طيب متى بدأت لهذه المشكلة ومدأت معك هلا انت اول ما قمت بتشغيل الجهاز لاحظت ان ما انت قادر انك تتصل على شبكة الانترنت او كنت تعمل على الشبكة بشكل طبيعي ومن ثم حصلت المشكلة اذا اول خطوة ان احنا نحاول نجمع اكبر قدر من المعلومات وطبعا بنتم جمعها من خلال الشخص اللي بيتصل علينا او بيفتلح التذكرة اللي هو غالبا رح يكون مستخدم الشبكة واللي بيواجه المشكلة ومن خلال جمع المعلومات رح نتمكن من التعريف بالمشكلة الخطوة الثانية اللي هي تعريف المناطق المؤثرة في داخل الشبكة بحيث نحدد المناطق اللي ممكن تكون السبب في حطوث هذه المشكلة فمثلا لو عند المستخدم مشكلة في عدم قدرته على الاتصال بشبكة الانترنت فنشوف هل والله كل المستخدمين الموجودين مع مثلا يعانوا من نفس المشكلة أم أنه هو من يعاني في هذه المشكلة لو كان هو اللي بيعاني هذه المشكلة وباقي المستخدمين لا يعانونها فوقت المنطقة اللي رح تكون فيها المشكلة رح تتمثل في جهاز المستخدم طبعا ما رح يكون لنا علاقة بباقي الأجهزة ولكن إذا كانت المشكلة عامة وجميع المستخدمين غير قادرين على الاتصال بشبكة الانترنت فعنده رح يكون تعريف المنطقة المؤثرة رح تكون مثلا الراوتر أو المودم أو السيرفر إلى آخر الخطوة الثالثة تحديد ما الذي تغير تحديد ما الذي تغير هو يعني تحديد مثلا إشي اللي حصل وتغير في آخر مرة في داخل الشبكة قبل أن تحصل المشكلة أو في داخل الجهاز فأحيانا مثلا قد يتم تنزيل مثلا برنامج من خلال المستخدم أو قام المستخدم بتنزيل تعريف أو حصل أنه مثلا update للويندوز فأحيانا هذه الحاجات قد تسبب مشاكل تحدث في داخل الجهاز أو في داخل الشبكة فعندها إذا كانت المشكلة مثلا في مستخدم معين فوقتها لازم نسأل المستخدم قبل أن تحصل المشكلة مثلا وهي مثلا عدم مقترتك على الاتصال بشبكة الإنترنت قبل أن تحصل المشكلة ما هو آخر شيء عملته على الجهاز وبعدها حصلت المشكلة فممكن المستخدم يقولنا أنه قام مثلا بتنزيل تعريف معين أو قام مثلا بتنزيل برنامج معين وبعد أن عمل له setup ونزل وعمل restart وقتها حصلت المشكلة الخاصة بالإنترنت وقتها يكون كده المستخدم حلنا جزء كبير واختصر علينا وقت كثير بحيث راح نتوجه لآخر شيء تم تغييره وراح نسلط النظر عليه وراح نركز عليه لأنه فيه احتمال كبير جدا أنه يكون آخر شيء تم عمله هو الذي تسبب في حصول المشكلة الخطوة الرابعة في حال وجود أكثر من سبب عندها راح نختار السبب الأكثر احتمالا زي ما ذكرنا لو كانت المشكلة مثلا في جهاز معين فوقتها راح نبدأ نركز في هذا الجهاز أما لو كانت المشكلة مثلا في أجهزة جميع المستخدمين فوقتها السبب الأكثر احتمالا حيكون مثلا في المودم في الراوتر فرح نختار الأسباب أو السبب الأكثر احتمالا ونبدأ نشتغل عليه الخطوة الخامسة التحقق من تصعيد المشكلة في حالة الضرورة في عندنا في عالم الشبكات خصوصا كل ما كانت الشبكات أكبر كل ما كان هذا الموضوع أوضح واللي هو لما يكون عندنا شبكة كبيرة طبعا راح يكون عندنا مجموعة من المهندسين هذه المجموعة من المهندسين طبعا ما راح يكونوا متساويين من ناحية الوظيفة من ناحية المهام التي يقومون بها في داخل الشبكة من ناحية الصلاحيات الممنوحة لهم حيكونوا مجموعة مثلا عندنا الهلب ديسك اللي هي الدعم الفني حيكون عندنا مثلا بعد كذا المشرف الخاص فيهم عندنا بعد كذا مثلا مهندسي أنظمة التشغيل عندنا بعد كذا مهندسي البنية التحتية للشبكة فمثلا الدعم الفني راح شاف المشكلة واكتشفوا أن المشكلة موجودة مثلا في السيرفر الفلاني طبعا كدعم فني هو ما عنده صلاحية أنه يذهب إلى السيرفر ويقوم بحل هذه المشكلة وطبعا ما راح ينفع يقول خلاصا مدام المشكلة مش من عندي أتجاهل الموضوع لا هيكون عليه واجب اللي هو أنه يقوم بتصعيد المشكلة إلى الجهة المسؤولة أو إلى الطرف الأعلى منه فمثلا ممكن يقوم بتوجيه المشكلة إلى مشرف الدعم الفني مشرف الدعم الفني يتأكد أن فعلا المشكلة موجودة في من ناحية سيرفر معين فعندها يقوم بتصعيد المشكلة إلى مهندس أنظمة التشغيل مهندس أنظمة التشغيل وقتها راح يفحص السيرفر ويقوم بحل المشكلة فمثلا خلينا نكتشف أن مهندسة أنظمة التشغيل تشيك على السيرفر وتأكد أن كل شيء سليم واكتشف أن المشكلة موجودة مثلا في الراوتر الفلاني أو في السويتش الفلاني وهو ما عنده صلاحيات ولا عنده مثلا دراية أو حتى خلينا نقول حتى لو كان عنده دراية لكن هي مش من ضمن وظيفته أو من ضمن صلاحياته وأنه يتدخل في الراوترات والسويتشات فوقتها راح يصعر المشكلة إلى مهندسي البنية التحتية اللي راح يقوم وقتها بمراجعة مثلا المكان المشكلة اللي هو الراوتر الفلاني أو السويتش الفلاني لحل المشكلة زي ما ذكرنا هنا التحقق من تصعيد المشكلة في حالة الضرورة لأنه مش شرط أن كل المشاكل بتواجه الشبكة تحتاج إلى تصعيد ولكن في حالة الضرورة إذا لاحظنا أن هذه المشكلة خارجة عن اختصاصي فعندها أقوم بتصعيدها إلى المهندس صاحب الاختصاص الخطوة السادسة إن شاء الحل والتعرف على التغييرات إن شاء الحل خلاص أنا عرفت المشكلة الفلانية هي مثلا أنها موجودة في المكان الفلاني وقتها راح أبتكر الحل الحل مثلا هو مثلا في النقطة الفلانية فوقتها لازم مثلا أحاول أفهم إيش التغييرات اللي راح تحدث في حال أنا طبقت هذا الحل بعد كده ننتقل إلى الخطوة السابعة واللي هي تطبيق الحل الخطوة السادسة إحنا أنشأنا الحل مثلا على ورقة أو أنشأناه مثلا في دماغنا وعرفنا إن إيش الخطوات اللي راح نسويها أشان نحل المشكلة الخطوة السابعة راح تكون تطبيق الحل وإجراء الاختربار لمعرفة النتيجة يعني لما أجي أنا أطبق الحل خلاص مو معلاته أنا خلاص انتهت المشكلة وروح مثلا البيت أو أروح مكتبي لا بعد ما أعمل الحل أرجع للمستخدم اللي قام بالشكوى وأتأكد منه هل تم حل المشكلة في جهازه أو لا فمثلا إذا كانت المشكلة اللي عند المستخدم أنه هو مو قادر على الاتصال بشبكة الإنترنت وقمت أنا بتحليل المشكلة وإيجاد المشكلة في الكابل الخاص بالشبكة المتصل بجهازه قمت أنا بتطبيق الحل واللي هو تغيير كابل الشبكة بعد ما غيرت أنا كابل الشبكة لازم أرجع لجهاز المستخدم وتأكد أنه هو أصبح قادر على أنه يتصل بشبكة الإنترنت إذن الخطوة السابعة هي تطبيق الحل ومن ثم إجراء الاختبار لمعرفة النتيجة الخطوة الثامنة تحديد التأثيرات المحتملة للحل أحياناً في بعض الحلول قد تسبب مشاكل أخرى فهنا لازم أتأكد أني بعد ما سويت الحل أني أتأكد أنه هذا الحل ما تسبب بحصول مشاكل أخرى وإذا تسبب بحصول مشاكل أخرى فوقتها لازم طبعاً أقوم بتدخل السريع وممكن ألغي هذا الحل وأشوف حل بديل أو حل آخر الخطوة التاسعة والأخيرة هي توثيق الحل وكتابة الإجراء أي مثلاً مجموعة من المهندسيين أو أي نظام دعم فني دائماً بيكون عنده نظام يسمى نظام التذاكر هذا النظام التذاكر قد يتم فتحه من خلال التليفون أو قد يتم فتحه من خلال الإيميل يعني كيف؟ يعني مثلاً يجي للمستخدم يشتكي مثلاً عن طريق التليفون أنه بيواجه المشكلة الفلانية ففي الدعم الفني بيكون في فتح تذكرة وإعطاها رقب بأنه يوجد مشكلة الفلانية أنه جاءتنا شكوى من المستخدم الفلاني الذي يعمل في الجهاز الفلاني في الساعة الفلانية تمام؟ بعد كذا يتم توجيه المشكلة مثلاً لصاحب الإختصاص خلينا نفترض أن الدعم الفني هم طبعاً دائماً يكونوا في المقدمة فراح الدعم الفني راح شاف المشكلة اكتشف مثلاً أن المشكلة موجودة في السيرفر وأنها ليست من اختصاص وفي وقتها راح يكتف في التذكرة أنه ذهب إلى الموقع وأن المشكلة فعلياً موجودة من ناحية السيرفر الفلاني بعد كذا راح يقوم بتصعيد المشكلة مثلاً إلى مهندس الأنظمة التشغيل اللي راح يقوم مثلاً بحل المشكلة ولما يحل المشكلة مهندس التشغيل راح يكتب في التذكرة أنه تم حدل المشكلة وأن المشكلة كانت بسبب النقطة الفلانية في داخل السيرفر الفلاني ومن ثم يتم التأكد من العميل أنه لم تعود هناك مشكلة وإقفال التذكرة هذه التذاكر يتم حفظها طبعاً توثيق الحل وكتابة الإجراء اللي تم فيه الحل تعتبر مهمة جداً لماذا؟ لأنه مثلاً ممكن تتكرر المشكلة مرة ثانية فأقوم أنا فقط بمراجعة التذاكر وأكتشف إيش الحل فأختصر وقت كثير كذلك في نهاية كل سنة بيتم مثلاً الجرد والاجتماع مثلاً فيما بين مهندسي الشبكة ودراسة إيش المشاكل اللي حصلت طوال السنة طيب كيف حيعرفوا أو يتذكروا جميع المشاكل اللي حصلت طوال السنة؟ طبعاً راح يتذكروها من خلال أنهم موثقينها في ضمن التذاكر فيتم مراجعة هذه التذاكر واكتشاف مثلاً ما هي أكثر مشكلة تكررت أو أكثر مجموعة مشاكل تكررت في خلال السنة ويحددوا مثلاً إيش الحل اللي ممكن يتخذوه لكي يضمنوا أن هذه المشاكل مثلاً تقل أو تختفي في السنة القادمة طبعاً هذا الشيء راح يساعد في تحسين أداء الشبكة ورح يزيد من فعاليتها فعملية توثيق الحلوى كتابة الإجراء يعتبر واحد من أهم القواعد الموجودة في عالم الدعم الفني وفي عالم هندسة الشبكات بشكل عام كانت هذه طبعاً الترابل شوت وكان اللي تكلمنا عنه هي التسع خطوات الخاصة بمنهج الناتوارك بلس وذكرناها هي تحديداً لأنها تتميز بأنها عامة وليست مخصصة لمنتج معين أو لشركة معينة إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته